موسيقى طبعا اليوم مميز بالنسبة لجامعة فلسطين التقنية خضوري اليوم تقيم الجامعة ورشة علمية متميزة في مجال الريادة والإبداع في التعليم العالي وتأمل الجامعة طبعا دعت الجامعة وجهت الدعوة للعديد من مؤسسات التعليم العالي في الوطن الجامعات كليات مؤسسات قطاع خاص قطاع عام للمشاركة الجامعة في هذه الورشة الي طبعا رح تكون بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين من جامعة كامبريج ونعتز طبعا في بعض الخبراء والمتحدثين الي لديهم الخبرة الكافية لإثراء هذه الورشة العلمية واللي من أمل إحنا أن الجامعة طبعا وجامعة فلسطين تقنية خضوري أنها تكرس وتدعم سياسة الريادة والإبداع واللي هي طبعا هذه الجامعة قامت بهذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف والآن تسير الجامعة بخطاة ثابتة وواضحة نحو تطوير وتعزيز الريادة والإبداع في التعليم العالي بالتأكيد دائما نكون سعداء ونحن نشعر بهذا التقدم الذي تحققه جامعة فلسطين التقنية التي انتظرها كل أبناء محافظة طول كرم أن تتحول إلى جامعة وأن تتطور وأن تحقق التميز والإبداع والريادة المطلوبة على طريق نمو هذه الجامعة لتكون إحدى الرافعات المهمة لمحافظة طول كرم هذه حقيقة سعادة تغمرنا جميعا ونحن ندعم بكل إمكانياتنا كسلطة وطنية فلسطينية وأيضا القطاع الخاص مطالب بتقديم كل دعم ممكن لمسيرة هذه الجامعة ولهذه الجامعة حتى تحقق الأهداف المرجوة وحتى نرى الطالب الفلسطيني وهو يتخرج من جامعات فلسطين من جامعة فلسطين التقنية وجامعات الوطن وقد أخذ دورا مهما في عملية بناء الوطن نحن بحاجة إلى الإبداع والتميز نحن لا نريد تعليما فقط مجردا وإنما نريد أن نرى خرجين الجامعات وهم يحملون هذه الشهادات وهذه الكفهات وهذا التميز حتى يساهموا في عملية بناء الوطن إن شاء الله وهذا يوم مميز لأنه هي كجامعة حكومية بدنا ناخد القيادة من أجل مأسسة التعليم الريادي في مؤسسات التعليم العائلة طبعا التعليم الريادي هو مهم جدا اللي فيه إذا منحلل هذه الكلمة هي تنم على إبداعات على مهارات معينة على تكيف ما بين طبعا الفرد وما بين المجتمع وإذا ربطنا إنه التعليم العالي مع سوق العمل وهي هذه النقطة المهمة لأنه هدف المؤسسات التعليم العالي هي ترفض سوق العمل بالكوادر المؤهلة اللي هي تساهم في التنمية الاقتصادية طبعا التنمية الاجتماعية هذا يعني لابد من شراكة حقيقية ما بين مؤسسات التعليم العالي وما بين الصناعات السوق العمل اللي موجود عندنا وإذا حللنا إحنا سوق العمل موجود طبعا الاقتصاد الفلسطيني هو مبني على اقتصاد خدماته وطبيعة هاي المؤسسات هي إما مؤسسات صغيرة أو مؤسسات متوسطة الحجم وعدد المشغلين في هذه المؤسسات لا يزيد عن 20 بين 10 إلى 20 شخص معناته لازم التعليم العالي أيضا يوجه اهتماماته لخرجينه من أجل أن يكون عندهم القدرة والكفاءة والمهارات الكافية لكي ينشئوا مشاريعهم الصغيرة من أجل يساهموا في التنمية الاقتصادية خدوري جامعة فلسطين التقنية اسم عريق عبر التاريخ تحتضن المؤتمرات السياسية والاقتصادية والتعليمية واليوم يتم دراسة تطوير الإبداعات والقدرات من أجل دمج الريادة والإبداع في التعليم العالي لتأهيل كادر وقادر على القيادة والإبداع وأيضا دمج الخريجين في المجتمع والعمل عبد الكريم عودي تلفزيون للفجر طول كرم اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر